نشكر كي يهرب إلهنا لأن لك وحدك الحياة السرمدية والمجد الذي لا يدرك والرحمة التي لا تحصى والمحبة للبشر التي يتعذر وصفها والملك الذي لا يخلفك فيه أحد ولأنك ليس عندك محابة ولا أخذ بالوجوه إذ قد رتبت لجميع الناس حداً معلوماً للحياة ينتهي بانتهاء الأجل المحدود لأجل هذا نطلب إليك يا رب مبتهلين أن تريح عبدك أخاناً الإرشمندريد باندلائيمون الذي كان شريكنا في الخدمة والذي رقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية ورتبه في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكما أنك أقمته على الأرض خادماً في كنيستك كذلك اجعله يا رب خادماً في مذبحك السموي وكما زينته بين البشر بالرتبة الروحية كذلك اقبله غير مدين في مجد الملائكة وكما مجدت حياته على الأرض كذلك اجعل مخرج حياته في مدخل قديسيك الصديقين واحصي روحه مع جميع الذين أرضوك منذ الدهر لأنك أنت القيامة والحياة والراحة لنفسي عبدك أخاناً الإرشمندريد باندلائيمون الذي كان شريكنا في الخدمة يهى المسيح إلهنا وإليك نقفع المجد مع بيك الذي لابد آله وروحك الكل قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين عمين اشتركوا في القناة موسيقى 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 أبنائي في هاي اللحظات أقمنا جناز عن راحة نفس أبونا باندلائيمون رئيس دير حمتورة هذه الإرشمندريت اللي نحنا كلنا حبنا اللي سبقنا على رجاء القيامة والحياة الأبدية أبنائي في هاي اللحظات اللي فيها منتذكر أبونا باندلائيمون منتذكر محبته للكنيسة وأديش من صغره هاي المحبة عبر عنها من خلال خدمته للكنيسة وعشان هيك الله أعطاه مواهب كثيرة إنه يتمتع فيها هاي المواهب اللي ربنا أعطاياها سخرها حتى يتمجد ربنا على الأرض وكان قطب جذب لكثير من أبناء يسوع حتى يجوا لحضن الكنيسة ولحضن يسوع وأمنا الفائقة القداسة أبونا باندلائيمون بحياته أحب كثير ضحها كثير من أجل الكنيسة ومن أجل أبناء يسوع اللي افتداهم بدمه الكريم على الصليب عشان هيك كمان خروجه من العالم كان بطريقة ربما البعض ما بقدر إنه يستوعبها ولكن بالنعمة الإلهية اللي دائماً بتدبر كل الأمور للصالح الله بيرتب في خدمتنا للكنيسة وفي مخرجنا من هاي الحياة بيرتب كل إشي للصالح لتكن مشيئته اللي حبينا اليوم نحنا إنه نتحد مع رحبان دير حمطورة ومنتحد مع كل أبناء أبونا باندلائيمون الروحيين ومنتحد مع كنيسة انطاقية اللي فقدت أب جليل فيها حتى نقدر بالصلاة إنه نتحد ونحنا نصلي من أجل راحة نفس أبونا باندلائيمون لأنه نحنا متأكدين إنه هو كمان من السماء عماله بصلي من أجلنا اللي هو في مكان راحة في مكان نعمة وبركة نعم أبنائي هذه هي القيامة اللي نحنا منتمتع فيها كأبناء لجسد يسوع المسيح في الكنيسة هاي القيامة اللي دائماً منتذوقها في كل قداس إلهي وفي كل لترجية مين منا ما منتذكر أبونا باندلائيمون هو في العديد من الكنائس هون في هاي الكنيسة وفي كنيسة الدير في دبين وكثير من الكنائس في المملكة قديش كمان بعض من التروبريات اللي نحنا منستخدمها في الكنيسة هو اللي كتبها ونحنا هلأ منرتلها في كنائسنا ربنا أعطا هاي النعم إنه يكون يعرف لغة عربية جيدة جداً إنه يقدر إنه يكون عنده نعمة الروح القدس حتى يقدر إنه يكتب في الكنيسة رباريات وخدم لترجية ويقدر من خلال صوته الجميل والموسيقى اللي كان يعرفها الموسيقى البيزنطية إنه يرتب كل هاي الترانيم بطريقة جميلة طليق بكنيستنا الأرثوذوقسية وبإرثنا الرومي عشان هيك كل هاي المواهب اللي سخرها بخدمة الكنيسة اليوم هي موجودة بحضن الكنيسة في كل أبناء الروحيين وفي كنز الكنيسة لأنه في الكنيسة كل واحد إلو مكانته في جسد يسوع القائم من بين الأموات وعشان هيك ذكر أبونا بندلئيمون للأبد ذكره للأبد لأنه كل حياته كانت مع المسيح وعشان هيك ذكره مؤبد أبنائي في هاي اللحظات نطلب من ربنا ومنصلي كلنا من أجل راحة نفس أبونا بندلئيمون وهو من السماء يذكرنا دائما بصلواته نعمة بركة المسيح دائما تكون معكم أبنائي المسيح قام حقا قام أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر